معارك السيطرة والتحرر في المدن الأوكرانية على أشدها تكثف القوات الروسية هجماتها على المدن تريد السيطرة عليها وإخضاعها تحاصر ماريو بول وتقترب شيئا فشيئا من العاصمة كييف لكن الجيش الأوكراني يستميت في الدفاع عن مدنه وأرضه في مدينة ماركيف يرتفع العالم الأوكراني مجددا على مقر مجلسها المحلي تمكن الجيش الأوكراني من استعادة المدينة الواقعة على بعد 60 كيلومترا من كييف العاصمة في حالة ترقب وتأهب قصوى بعد ليلة ساخنة مرت على قاطنها باستهداف المقاتلات الروسية مركزا تجاريا وسط العاصمة وسقوط عدد من الضحايا قتلى وجرح من المدنيين تزيد روسيا من نشاطها العسكري جوا وبحرا سعيا لتغيير مسار الحرب في أوكرانيا تقول وزارة الدفاع الأمريكية نرى أن قصفا روسيا استهدف محيط أوديسا من البحر وقد لاحظنا أن روسيا زادت من نشاطها في شمال البحر الأسود من الصعب معرفة ما يشير إليه هذا هل هو مقدمة لشن هجوب على أوديسا هل هو تكتيك لمحاصرة القوات الأوكرانية في الجنوب حتى لا يتمكن من إرسال الدعم إلى ماريوبول أو كييف من الصعب معرفة ذلك يقول الأوكرانيون إن الجيش الروسي عزز حضوره في المجال الجوي الأوكراني وذلك باستخدام طائرات مسيرة فضلا عن أخرى هجومية وصواريخ كروز وصواريخ بلستية بالمقابل عشرة الطلعات الجوية نفذها سلاح الجوي الأوكراني تصدى فيها لطائرات مسيرة واستهدف أرتالا عسكرية روسيا أما المدينة المحاصرة ماريوبول فتتعرض لهجوم مباشر بدأه المقاتلون الشيشان الموالون لروسيا كما أظهر مقطع فيديو يهتفون لانتزاعها ممن وصفوهم بالقوميين الأوكرانيين الحية تلولة